عقدت وزارة التخطيط والتلميع الاقتصادية عددا من الاجتماعات لوضع مقترح خطة العام المالي القادم وأكدت الوزارة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2022-2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتسعى الوزارة لأن تكون خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية كما تؤكد على الخطة الخاصة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وهي الإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد انتاجي يتمتع بمزايا تنفسية مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمو المتوازن والمستدام